بسم الله الرحمن الرحيم يونيت فور الوحدة الرابعة للصف الثاني الاعدادي انتو زاباست انتو زاباست يعني في الماضي طبعا اماكن تاريخية وبعد المدن التاريخية زي كاسل القلعة عندنا بيرامدز الاهرامات طبعا المكان ده موجود في مالي عندنا برضو حاجات موجودة مكان زي ده موجود في ليبيا هنا موجود في الجزائر هنا في لبنان هنا بعض الكلمات المهمة زي ارش ارش اللي هو زي انطرة بتبقى موجودة في مدخل المبنى كاسل اللي هي قلعة او حصن موسك اللي هو مسجد ميوزيام مدحف بيرامد بيرامد يعني هرم روينز روينز اللي هي اصار او بقايا ستيديم ستيديم اللي هو ستاد ستاتيو ستاتيو اللي هو تمسال تمبل 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 يعني معبد سيطر اللي هو المسرح بعض الكلمات المهمة هنا استيودنت مست لازم او يجب على الطلبة مست وهنا استيودنت مصنت 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 يعني ممنوع او لا يجب يبقى مصت معناها لازم او يجب على الطلبة وهنا استيودنت الطلبة مصنت مصنت يعني ممنوع اوكي نشوف كده الحاجات اللي الطلبة لازم يعملوها ماشي ويه لازم وممنوع ان هما يعملوا الحاجة دي carayv at school on time يعني الوصول المدرسة on time في الوقت المحدد bring a packet lunch يعني انك بتجيب معاك وقبة غدا packet lunch وقبة غدا bring a hat هتجيب معاك هات كوبعة and a bottle of water وزجاجة مياه help to protect the pyramids تساعد في حماية الأهرامات هنا بقى ممنوع mustn't ممنوع client the pyramids تسلق الأهرامات sit on the pyramids الجلوس على الأهرامات drop letter اللي هو إلقاء القمامة هنا بالنسبة للحاجات الموجودة في المكتبة مكتبة you mustn't eat or drink ممنوع أنك تشرب أو تأكل you must يجب عليك أو لازم يجب عليك be quiet تكون هادي يبقى دي حاجات بالنسبة للمكان اللي وجودك في المكتبة library المكتبة you must يجب عليك listen to the teacher لازم تسمع لي المدرس you mustn't be noisy ممنوع أنك أنت تعمل ضوضاء صوت عالي in class في الفصل هنا بالنسبة للأهرامات you mustn't ممنوع touch the stones تلمس الحجارة you must يجب عليك put your rubbish القمامة in the bin في سلة القمامة حمام السباحة you must يجب عليك have a shower before you swim you mustn't ممنوع run تجري near the ball بجوار الحمام reading there is so much to see يعني في حاجات هناك ممكن تشوفها temples معابد amazing art فنون جميلة and ruins ruins اللي هي بقايا in the desert موجودة في الصحراء I am not usually very interested in history interested in يعني مهتم بي بس هنا نفي I am not usually very interested in يعني أنا مش مهتم بالإيه history بالتاريخ بطوة لكن this place المكان ده is awesome awesome يعني رائع it's really amazing ده حقيقي مدهش ماجد كايرو الكاهرة get a guide guide اللي هو مرشد سياحي the ruins ruins اللي هي بقايا at the carnax temple carnax temple اللي هو معبد carnax we're amazing كانت رائعة and we really enjoyed استمتعنا our visit بالزيارة it's a big place ده مكان كبير place يعني مكان so you need a few hours عشان كده احنا محتاجين a few hours to walk around it نحنا نتجول حول it's also a good idea دي فكرة جميلة to get a guide guide انك انت يبقى معاك مرشد سياحي to tell you all about the history انه هو يقولك حاجات عن التاريخ ليلة اسيوت المكان ده موجود فين في اسيوت go back go back يعني العودة to roman times للعصر الروماني i visited the roman seater المصرح الروماني in alexandria في اسكندرية with my cousin مع ولاد عمي last week الاسبوع الماضي it's easy من السهل to imagine انك انت تتخيل what life in roman times انك انت تتخيل الحياة في العصر الروماني was like here there are also statues اللي هي تمثيل او statues ممكن قول statue او statue and the ruins اللي هي البقايا of a temple من المعبد in the museum في المتحف there it was great fun يعني ده كان حاجة ممتعة سمير الجيزة which person يعني اي شخص visited a museum من الشخص اللي زار ميوزيام المتحف كان مين سمير to think you need a few hours من اللي كان محتاج بعض الساعات to see everything عشان يشوف كل شي كانت ليلة اوكي ليلة اللي كانت طبعا عشان كانت قالت معبد الكارنق ده مكان كبير ومحتاجين نحنا نلف فيه او نتجول حوله بعض الساعات يبقى هنا تو هتبقى ليلة سري does not usually like learning about old places عادة ما بيحبش يتعلم about old places عن الاماكن القديمة كان مين طبعا كان ماجد ماجد اللي هو كان بيقول انه هو ما بيحبش الاماكن اللي بتكلم عن التاريخ ولكن كان بيشكر طبعا في المكان ده مكان رائع يبقى ثلاثة هيبقى ماجد four says you should يجب عليك ask someone انك انت تسأل او تطلب someone شخص to explain انه هو يفسر او يشرح لك things about the place عن المكان مين بقى اللي كان كان معاه مرشد سياحي اللي هو جايد طبعا كانت مين ليلة طيب five think the ruins اللي هي الاصار او البقايا here are really good are really good طبعا برضو كانت ليلة visited abydos with his family زار abydos with his family معه اسرته كان ماجد يبقى ده كان ماجد look at the photos نبص على الصور what do you think people did in جراش two thousand years ago يعني بقول الناس بتعمل ايه في مدينة جراش جراش اللي هي مدينة في الأردن two thousand years ago من الفين سنة read about جراش and match the photos هنوصل الصور a to d to the paragraphs one to four هنطبق الصور دي مع البراغرافات اللي احنا نقراض الوقت the city of جراش باي عز جراش is a roman city مدينة رومانية in جوردن في الأردن it's more than يعني اكتر من two thousand years old اكتر من الفين سنة when you go there لما تروح هناك the first thing اول شي you see هتشوف the entrance 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 لو المدخل entrance to the city مدخل المدينة the arch is very tall the arch the arch you must buy you must buy a ticket before you go on the arch arch the arch 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 the arch the romans enjoyed romans enjoyed watching sport this stadium is for roman horse races as you can watch races there today can see races when you are here you can watch races there today اللي هو الاستاد وكان بروحوا يتفرجوا ليه عشان صباق الخيل هورس ريسز سري جرش ها سري رومان سيترز يعني كان فيه ثلاث مسارح زا بيجست سيتر اكبر مسرح زا ساوي السيتر المسرح الجنوبي خمس تلاف شخص كان سيت هير خمس تلاف شخص ممكن يجلسوا في المسرح يبقى هنا سري هتنطبق مع الصورة ا يبقى هنا هكتب اي المعبد دوت is on a hill hill يعني على تل موجود على تل there is an amazing view منظر رائع of the city from here I think it's important من المهم to learn about historic places انك انت تتعرف او تعرف حاجات عن الاماكن التاريخية historic places around the world ومست يجب علينا protect them نحمي الاماكن so that people can visit in the future too ممكن نشوفوهم في المستقبل ايضا طبعا دي for اللي هي تبقى c ده معبد موجود على تل يبقى هنا اكتب c طبعا دي مدينة قلنا مدينة جرش موجودة في الاردن how old is the city of جرش كم عمر مدينة جرش طبعا two thousand years old الفين سنة what did people watch at the stadium يعني الناس بتشوف ايه في الاستاد طبعا they watched roman horse races كانوا بيشوفهم سباق الخيول how many people can sit in the city كم عدد الاشخاص اللي كانوا بيقعدوا في المسرح five thousand خمس تلاف شخص what can you see from the temple اللي ممكن تشوفوا من المعبد temple an amazing view منظر رائع of the city للمدينة why does عزة think it's important to protect historic places اهمية الحفاظ على الاماكن التاريخية we can learn a lot about life ممكن نتعلم حاجات كثيرة عن حياة in roman times في العصر الروماني ترجمة نانسي قنقر